السلام عليكم أخوتي أهلا ومرحبا بكم في مطلقة فصفة الثامنة طيبان وماشي الله فصفة جديدة سوف نحضر معكم الحلوى لنساء لو بسيطة خليكم مع المقادير طريقة تحضير سوف نحتاج لكس زياد السكر ما يعدل ١٥٥ غرام نضيف ٢٥٥ غرام ذي الزبدة الزبدة خصص كون طرج حرارة المطبخ خصص كون طرج حرارة المطبخ ما شك كدغية تدوب معانا كما تشوفوا يعني كس كورا طبخ الان نحاول現在 نندلج السكر مع الزبدة مزيان ثم بعد ما اخدمت الزبدة مزيان وتعزشه بارتام عليا هاتشكلت هاتشكلت غلبي نح collaborو poorest من إلى الأعلى نحاول كدغية الزبدة نidyim الان مع الزبدة anoظموا晚上 طبعا بعد ما خدمت الزبدان الزيان مع الزيت يعني ضروري في المرحلة سنركزوا عليها ضروري ما خدموا الزبدان الزيان كما تشوفوا معي ولا تتبع ليش كالكريم طبعا نضيف بيضة وحيدة نحاول اني نخدم مرة تانية البيض مع الزبدة نضيف كده لي كيس من البانيلا ويقضي 7 كرام طبعا بعد ما خدمت العنصير كاملين زيان نضيف في الدقيق بالنسبة للدقيق فهو يعني على حسب الخالط لكن انا نضيف كمية دقيق وفي الاخير نقول لكم شحال دقيق الساعة عملت بالضبط يعني العبار بالكيسان وكذلك بالجرام نضيف هنا يا واحد الخاميرة ديالي حلويات كسوزن 8 كرام طبعا نبدأ جمع لاجين بسم الله يعني اهم حاجة نقدر نوصيكم عليها بنسبة لهذه الحلوة يعني نخدموا الزبدان الزيان بعد ذلك تديروا الطحين يعني ماشي يكون الزبدان بقى طريفات والسكر ما زال ما دابوا تديروا الطحين ما غنضيفش كمية اخرى ديالتقيق انا نجمعها الكمية اللي عندي هنا لاجينة خاصة بقرطة طبع يعني هتكون لاجينة متماسكة بشكك ما تشقش معانا تحاول اننا نجمع لاجينة يعني ما ندقوش كما تشوفوا معاي فهدا هو القوام ديالة كسكون لاجينة تحاول دابا اننا نجمعها فرب شوية كما تشوفوا معاي فهدا هو القوام ديال العجينة العجينة تسكون رطبع يعني ما تسكون جريب السف في نفس اللحظة ما تسكونش قاصحة باش هالكاية العجينة متشققش معانا ان يكونوا يعني كنسرحوا ويخصص كوية العجينة شوية رطبع موي بالنسبة لكمية ديال الدقيق اللي دخلت في هذه العجينة فهي 650 جرام بالنسبة للناس اللي ما عندهم بش الميزان فهي 6 ديال الكوكوس الكوكوس اللي نكونو كنعمرهم يعني ما نضغطوش عليهم مزاف وفي الاخر كيبقى الدقيق على حسن الخالط يعني على حسن تك الدقيق اللي استعملتو انتمو كينقص السوائل وليلا وكذلك البيضة اللي استعملتو واش بيضة صغيرة وما بيضة كبيرة هاد المرحلة نحاول انا نقصم نقص المعجينة ديالي على ثلاثة بالتساوي عندي هنا اي واحد المعرقة ديال الكاكاو وانضيت لشوية ديال الزيت باش اكدك الكاكاو يدو عليها تشكل يعني كنضيف له يعني تقريبا نصف ملاقة فانخلطه بالكاكاو مزيان بعد مدار الكاكاو عليها تشكل فانا غالبتو يعني عطفت له الزيت فانسيت ما قولت ايكمش ما اللي اخضر اكد تستعملوا الكاكاو اللي يكون منه عجين باش الحلوة تجيبنينا يعني دائما كنركز لكم عليها بحويش دروري ما تستعملوا الكاكاو ويكون زوين نحاول ان انا ندخل هذا الكاكاو مزيان في العجينة غالبتو شوية طبع كما تشوفوا معايا بعد ما دخلت الكاكاو مزيان في العجينة على هالشكل كما تشوفوا معايا يعني اللون ماشي غاما تزيدوا كمية اكتر ديالكاكاو انا كما تشوفوا معايا احصات على العجينة القهوية لحقاش الكاكاو اللي استعملت يعني كل لون ديروه بني انا ماشي بحال كما بتشوفوا معاي انا شكلت هنا هي قوارات ملعجينة باللون الاسود و قوارات ملعجينة باللون الاسود و تبقعت لي هنا اكتر أيضا كما تشوفوا كلها في الأول يعني تقسم بالعجينة على ثلاثة ديالكوارات الكوارات الأولى الكوارات التانية والكوارات التاليسة كما نقص نغير في الناس لا تشكل نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح دبعا ندوزه باش نشكله الحلوه بعد نوضع هات العجين في البلاسيك يعني اوش ديه الكوه راس وهذي كذلك نغطيها بالبلاسيك وبعدها نبدأ نخطيه معاكم باش هالعجين ما تتروحش معاني دبا فضل ما الحركة ما كنتشوفه معاني نحتاج الوحيد ورق ديه الضق او اللي يكون بلاسيك ما يخص نظرون شي حاجة نوضع عليها العجين طبعا بدنا نحرب العجين البيضه هي اللي اوله خديس قطعة من العجين البيضه بدنا الحرب الهغير بشوية رخف يدتي ثبا بعد ما حربت العجين انا نحاول ان انا نضفها على الورق بهذا الشكل نسبة طوغير هذه العجين فهو تقريبا 32 سنتيمتر انتنا نعطيكم القياس باش تجيبوا يعني الحلوه بحاله مضبوطة تخرج لكم يعني من نفس الشكل ونفس القياس طبعا نحارب العجين الكحله يعني من نص طريقة نحاولها بكمية وصل العجين الى هذا القياس نحارب لها هنا نحارب لها هنا نحارب لها تتولي قط العجين البيضه نحاول الانان نقرب على الاجين البيضه بهذا الشكل نحاول اني نقرب التغرب شوية وفنص الوقت ما نخليش الفراغات ما بيه الاجين البيضه والكحله طبعا بعد ما صرحت الاجين غير شوية نحاول اني نحطه على الورق ونزف نكمل لتسريح نحاول اني نضيف الورق ونزف نكمل لتسريح بعد حربت 10 ديال الكوائرات يعني 1 جوش بس 4 5 6 7 8 9 10 يعني عندي هنا 10 ديال القيطع 5 ديال القيطع بيضين وكذلك 5 ديال القيطع كحلين بديس بالبيضة وسالك بالفحلة لبفت المرحلة نحتاج هذه الكوائرات التي تكون كبيرة نحاول اني نحرب لها قد العجينة هذي يعني قد الطعو دياله غير بشوية نحاول الرخفولية ديالنا كما كتشوفوا معاين بعدما سرحت العجينة يعني قد العجينة اللولى يعني نحاولو نسويها كودجينة قاعدة هذا الشكل بس اللحظة ستكون نجينا نساوية ما تكون شرقيقة مبلاسة وغريضة مبلاسة على هاتشكل طبعا نحاول اناني نوضعها هنا بها الطريقة نساويها مزيان غنهز الورق ديالباق كيما قد لكم يمكن لكم تسعملوا الباصيك برسلح الورق حول اناني نتفنو عجينة لها تشكل تحول اناني نتفنوا بلواقع نزيلة على هاتشكل بالنسبه لك عنا نقوم لكم الباصيك تحول اناني نتأكد لاناني بجينة واطلة نضيف جينات الزلاجال المجميد لمدة نصف ساعة حتى تماسك مزيان ونطلع قويدنا الله نحن فقط لكم أن نكفل المجميد انكضر قبط ه Imperat بتعدي مزيceu أقليقه وشد الأصابع ديالي من هنا ونقطع نخلي أصبع ونقطع نعبط السكيني لأن أبلغت هذا الشكل إذا كنت لها كما يجب ان نقعد أصبع ديالي لأنك أبلغت نستمر على هذه الطريقة كما تشوفوا معي الحجينة لا كان درش الغلاء يضاي على دو السمك تقريبا الأصبع يأتي وهذا على هذه الشكل بعد ما قطعت الحجينة كما تشوفوا معي فأنا بديت كنساويها على شكل ذوائل فقط يعني وقت رجعها على شكل ذائلة بحل بيسكويت ضايرة يجي اضار المنطر غيرا كي يجي زوين نستمر على هذه الطريقة نساوي العجينة كاملة بعد ما قررت الطاوان دخل هالفران لنار من خط نستمر على خطرة نستمر على خطرة كما تشوفوا معي فأنا بقى عندي كيمية أخرى عن طيبة الطاوان طيبة الكمية المتبقية وده باقي ما تشوفوا معي فهذا هو شكل ذو حلوان بعد ما خرجت من القران فأنا طيبة على النار من خفضة كما قلت لكم وشعرت للنار غير ملتحت وخلي تحتها طابت مزيان مغبتة للتحت لولو يعني ما جاتش محمرة جلس عليها تشكل لون ديالة أبيض في نفس اللحظة طيبة مزيان وللتحت محمرة شي شوي غير مضحبة قلت لكم شكل لها كيف تجي من داخل كتجي رطبة لها تشكل كتجي كتدوب في الفم الصراحة كتجي واعية لشيشة كاس منها ان شاء الله تجربوها حلوية حبقاش كتجي واعية وكتجي بنينها نصيحة الوحيدة اللي نكبر نعطيكم باش حضرات الحلوية يعني ما تخليوش بالعجينة قاس حبزة باش كاي شكل ديالة الحلوية يجي زوين وما تشققش معاكم الحلوية كذلك بالنسبة للطياد طيبوها على نارة مخافضة باش ما تتحمارش معاكم يجي يعني غير من فندة يجي شكل ديالة بيض مالفوقو في بسط اللحظة تكون طيبا زيان من المتخت يعني يخذكم تحتها من قضاعات ديالة الطياد وكذلك استعملوا كاكاو من نوع الجيد يعني ما تستعملوا كاكاو ديال العبار لحقاش كاكاو ديال العبار ماشي بنين يعني كيجي بحلوة ما فيها تمادق يعني هاد النقاط هادو يعني هم اللي يخليوا الحلوة انها تجي بنينها ايضا يديروا الحلوة في التلاجة يعني يخليوها تتماسك مزيان في الفريقو والتدمج وعلى خرجوها من التلاجة ونقطعوها محبيس كل مرة كينديروا شي وصفة نعطيكم يعني جميع النصائح باش تلا ما بغاش شي واحد يعني يعني كيجي الفيديو طويل ولا كيجيه موميذ يعني تلا اخر وتصنص على خاطره بغاي يكمن الفيديو يعني ويكتشف النصائح باش يصايب حلوة تستاقلو يكذب لما بغاش يخرج مهم دموقع اللي ادعوكم لعجبكم الفيديو متواج تدعموني ولي لايك ادفكتو اول مرة تشوفوا لي متواجش شاركوه بالقناة وفعلوا شرس باش تايما تصلوا بالجديد على السلامة وانتلاقوا فيديو اخر